اشتركوا في القناة مرور الكرام على بعض المداخلات صار فترة طويلة انتظر يعني بس اسمح لطيني خمس دقائق السيد الوزير حقيقة يعني استماعت الى جزء من حديثه انه يقول ماكو مشكلة المشكلة بسيطة والتحدي بسيط وان شاء الله ترجع الامور الى ماكلت عليه انا اعتقد اختلف ويا السيد الوزير اختلاف كامل يعني ابن الزغير اخوه شريكة بالوطن اختلف وياه لانه يعني ما كان احد يتوقع انه السيد السستاني يصدر فتو الجهات كل احنا متابعين وكل احنا اعلاميين وكل احنا محللين للمشهد السياسي العراقي ما اعتقد اكواحد طرح تحليل انه المرجعية في هذه الظروف ممكن ان تطلق الجهات اعتقد انه السيد السستاني حرق كل المراحل ووصل يعني السقف العراقي الى مراحل مرتفعة جدا تلبية لضمير الناس تلبية لمتطلبات الامن الناس تلبية لمتطلبات الوضع لذلك على السياسيين يتحقون بسيد السستاني هذا الخطاب اتهى تحديات كبيرة ارهاب دولي ارهاب مدعوم سياسيا ومدعوم اعلاميا ومدعوم بالمنطقة بشكل كبير لنسهل الامور مو اصابات داعش هاي هذا جيش كبير يتحرك على مدن ربع العراق الان ساقط خلنا يكون واضحين امامهننا وناسنا التحديات كبيرة جدا لذلك خلقوا حقيقة تشخيص بمستوى هذا التحدي لانه الناس واصلة الى مرحلة لا يمكن ان نقتل وان تسقط مدننا وان تحرق ابواننا وان يحرقون شبابنا وان يختصبون اعراضنا وبعدين نجي نقلق على الطاولة ونقول والله يعني مجموعة ارهابيين والموضوع دولة ما ادري شنو دولة الارهابيين نفسهم راح يدخلون المساومات السياسية وراح يكونوا المعتقلين سياسيين وراح تنعادل تقبيل ومؤتمرات الوحدة الوطنية لا يا اخي لا عزيزي اعتقد المشهد واضح هناك جحافل كبيرة تتجفل مع الارهابيين الان وهناك قوة كبيرة تتحرك على الارض وهناك سياسيين الان اتخذوا من اربيل موقع متقدم لادارة العمليات في العراق وهناك مؤامرة كبيرة تقودها فضائيات كبيرة مدعومة هناك مكتب خليص مع السيد الوزير اكبر مكتب للجزيرة في الشرق الاوسط اكثر من 30 مراسط صحفي او اكثر من 17 اس ان جي هذولا احنا اعلاميين بمعلوماتنا البسيطة وصلنا لهاي لانه اكبر بعض الزملاء عرضوا عليهم يشتغلون ياهم وصلونا هذه المعلومات هذا المكتب لادارة العمليات الارهابية في العراق لاحتكار البشهد الارهابي وجعل ما يحصل في العراق احتكار يعني احتكار سبق صحفي احتكروت جزيرة لذلك اكبر مؤامرة كبيرة يراد الها ان تدار نحتاج الها نحددها استاذ كمير استاذ سمير عزيزي ما ما اقول احد الى حد الان ما نعرف من القاعدة وشون القاعدة ومن يكون وراها معروفة يا اخي يعني اهدى عسن احنا نقتل وامدالة وطول في الطرقات وفي مساطر العمالة وفي اسواق الخضار ومنعرف لحد الان منهم الارهابين ومن يقف معاهم وشنو اهدافهم وشنو خطافهم ومن يتجحفل معاهم ومن يقدم لهم الدعم اللوجستي زين تعرف انت الضيف اللي كان معاي بالجزيرة تعرف انه هذا عضو مجلس نواب استاذ كريم ارجوه خلييني شوي اخاطب اهلي وقياداتي هذا عضو مجلس نواب هذا ده صادقة النتائج راح ينزل للبغداد ويا العشرات راح يكون عنده ثلاثين اربعين واحد حماية من جماعة تنفسهم من الدواعش وراح يرجع الخرق من جديد وراح نقتل من جديد وراح نذبح من جديد لانه قياداتنا السياسية البعض منها يبحث عن مصالح والبعض منها ما يقدر حقيقة ما يقدر التحق بالناس ما يقدر التحق بالمرجعية يا اخي ما يقدر يلتحق استقف عالي يا اخوان التحديات كبيرة نحتاج إلى خطاب جديد نحتاج يعني أنا أبنكم الزغير يعني الآن ما يقدر أنا حقيقة أطي نصائح بس أنا يعني عنده مشاركات عديدة من الجزيرة ما كنت أحجب هذا الخطاب إلا بعد الفتوى بعد أحداث الموصل لا يمكن للوضع أن يعود إلى معه بعد أحداث الموصل جيد جيد استاذ ابو فراس استاذ ابو فراس تحديات كبيرة نعم عزيز استاذكري جيد جيد خلينا أتحول لأستاذ عباس كالوم وأطرح السؤال تحديات كبيرة